أولا بالنسبة إلى الشرح أسباب انسحاب التاري الصدري أعتقد كانت واضحة النقاط التي هي بالنتيجة تشير إلى مجموعة من المؤشرات أنا أقرأ أن كلمة السر في هذا المنشورين الذي نقدم ثلاثة صاروا ثلاثة لأن الثالث صدر اليوم قبل برنامج السوداء واضح أنا أتحدث عن التغريتين التي أردها السيد محمد صالح العراقي الكلمة السر هي أن المشروع الإصلاحي لم ينجح بسبب ربما الخذلان الشعبي الخذلان الإعلامي على الرغم من أن الجميع يعلم بأن هذا المشروع حتى بالنسبة للقوائد الشعبية القوائد الشعبية حقيقة كانت مستبشرة كثيرا بالمشروع الذي طرحه من قبل التيار السدري من شروع التحول إلى حكومة الأغلبية الوطنية خصوصا أن هذا المشروع كان يعتكز أو يتركز على ركزتين أساسيتين برنامج تحالفي ربما لأول مرة في هذه الدورات يقدم برنامج تحالفي وهذا البرنامج ابتدأ بـ 14 نقطة ثم وصل أعتقد إلى 12 نقطة كانت النقاط تعتمد آلية بناء الدولة العراقية الحديثة لأن بالنتيجة النقاط تحدثت عن إعادة هيبة الدولة حصر سلاح بيد الدولة فرض القانون تسليم الذين لديهم ملفات فساد للقضاء العراقي تسليم سلاح المقاومة إلى هيئة الحجد الشعبي بناء توضيح آلية بناء العلاقات الدبلوماسية ما بين العراق وما بين الدول المجاورة ودول الإقليم وكذلك العالم بصورة عامة بالتالي وأيضا برنامج حكومي كان يعتمد على إيجاد حلول للإشكاليات المرحلة من الحكومات السابقة وفق فترة زمنية محددة فبالتالي أنا أقرأ أن كلمة السر في عملية الشرح هو أن هذا البرنامج لم يدعم بشكل بما يستحقه جماهيريا وبالتالي كان تحت ضغطين أساسيا الضغط الداخلي متمثلا بالإطار وتشكيله للثلث المعطل وحديثه عن إصراره على الذهاب إلى حكومة توافقية وما رفضه السيد الصدر وما رفضه التحالف الثلاثي النقطة الضغط الثاني وكان ضغط خارجي والذي أيضا كان ربما يدعم هذا التحالف وكان يضغط على السيد الصدر لتغيير برنامجه لتغيير مشروعه حتى أن العروض التي قدمت إلى السيد الصدر ربما لا تستطيع كتلة أن ترفضها كل الأشياء عرضة تماما سيد الصدر رئاسة الوزراء والمزارات وإلى آخره من الامتيازات التي يتمسك بها والتي يلهذ خلفها الإطار والقوى الموجودة فيه بينما سيد الصدر رفضها وأصار بأنه لا توافقية ولا عودة إلى التوافقية لأنه كان يعلم جيدا ويعلم جيدا لحد هذه اللحظة أن الذهاب إلى التوافقية معناه انتحار سياسي التوافقية التي رفضها متظاهرون تشرين والتي ترفضها القوى الشعبية الأغلبية الصامتة يعني لن يكون السيد الصدر فيها وهو ركز بأنني لن أكون في حكومة مع الفاسدين ولن أشترك معهم وحتى في الانتخابات القادمة ترجمة نانسي قنقر